مشاهدينا دايماً دا يقول كده خد النصيحة من أصحاب الخبرات السابقة أو اللي سبقوك بخطوة عشان تقدر تعرف منهم عملوا ايه ويدوك النصيحة فعلاً كده وتوصل لك سليمة كده من غير ما تضطر انت تدخل وتجرب دا اللي حنعملو النهاردة مع طلاب السنوية العامة خارجي الدفعات الأخيرة قررنا نجيبهم ونجيب لهم كمان زمالهم اللي سبقوهم بخطوات طلاب السنوية العامة دفعات السنين اللي فاتت بدل ما نقول خدوا النصيحة من أهل الخبرة وأهل الخبرة دول يكونوا ناس كبار في السن لا احنا هناخد النصيحة من شباب في نفس السن ونفس الفئة العمرية وكمان ممكن يكون عندهم نفس الأحلام معنا منا حقيقي في الستوديو وستوديو صباح الخير مصر شباب كده يفرح القلب يعني من أوائل الثانوية العامة دفعات اللي فاتت وما شاء الله دخلوا كليات يعني جميلة ومرموقة واستطاعوا نهما خلال السنتين دول نهما يثبتوا نفسهم نرحب بسيف علاقة دين من أوائل الثانوية العامة دفعة 2023 سلام عليكم سيف جمعة ألمانية تخصص بيزنس إنفورماتيكس أو الترجمة العربية ادارة نظم معلوماتية ادارة نظم معلوماتية معنا كمان محمد سامح من أوائل الثانوية العامة دفعة 2021 حاسبات قليت حاسبات قليت حاسبات حاسبات حداثة حاسبات جمعة مصر المالواتية أهلاً، سهلاً بيك، منورنا ومشرفنا نبتدي بسيف، سيف شفت الأخبار السنوية العامة إزاي السنة دي ورقبت الدنيا إزاي، شفتها إزاي؟ والله إحنا كنا يعني، ووضاعي السنوية العامة ده كده سبحان الله بيفضل حاجة دايماً محفورة في الذكر يعني أو ذاكرة الواحد عامة، اللي هو يعني كنا الامتحان ينزل نخش نشوف جماعة الامتحان جهي إزاي نحن نحله بنفسنا تاني واشتعرف إيه سبحان الله، حتى صحابي كلهم كانوا بيعملوا كده فإحنا من أول الامتحانات إحنا متابعين بنتبع الامتحانات، بنتبع صحابنا، بنتبع نتائج، بنتبع تنسيق كل حاجة بس، فكان يعني الصراحة هي الانتباع السنوية العامة إن هي كانت مستقرة لحد كبير كانت مستقرة، ما سمعناش حيصة كبيرة حتى إن كان فيه حيصة في بعض المواد بعض الامتحانات الأمور كانت صعبة شفت برضو ما كانتش حيصة مستحقة يعني عشان الواحد يقول كلمة حق يعني هي كان الامتحان حاجات كتير للناس أفوارت عليها مما إنها كانت عادية بس هنقولي عادي تحصلي طيب محمد أنت في جامعة مصر المعلوماتية، واحدة من الجامعات الجديدة الحديثة التكنولوجية جدا ومش عارف هي خرجت دفعات ولا لسه؟ لا لسه أول دفعة إن شاء الله طيب الجامعة أنا لما روحت هناك، لقيت مساحة شاسعة وإنترنت فائق السرعة ولقيت حيات كتير كانت مختلفة، لو تقولينا بقى تجربتك فيها وزمايلك اللي في جامعات تانية وبتقارن مع بعض وبتقارن الكليات احكيي كل التفاصيل هو الحمد لله المنحة لما جات للجامعة مصر المعلوماتية كانت منحة من رئاسة الجمهورية عشان دي كانت أول سنة الجامعة تفتح كانت العشرين طالب تقريبا مننا في كلية هندسة فإحنا الجامعة دخلناها على أساس أنها ستتبني بنا إن شاء الله إحنا دخلنا، المباني لسه ما اكتملتش، لسه مباني الكليات بتتبني دخلنا على أساس أن الجامعة دي هتتبني بنا وإحنا اللي هنكمل معها إن شاء الله وبرضو كم ندخلين على أمل إن فيه احتمالية إن إحنا نقدر نسافر ندرس سنة في أمريكا إن شاء الله في جامعة بردوس لفايت ناخد شهادة مزدوجة كإني دراست هناك الخمس سنين كلها إن شاء الله فدخلنا على الأمل دوت والحمد لله يوم ورا يوم بشوف الجامعة بتتبني بس أنا شايف البنية التحتية موجودة البنية التحتية فعلا موجودة يعني الأرويقها متشطبة كويس قوي تكيفية وإنترنت فقط السرعة ويمكن الهب كلها يعني كبيرة ومجهزة أعتقد ما هو المبنى الإداري اللي إحنا دخلنا فيه في الأول هو ده مبنى إداري إن شاء الله هو ده اكتمل بنا وإحنا موجودين هناك مباني الكليات لسه بتتعمل وإحنا موجودين ومفوض إنها هتكمل قريب يعني إن شاء الله فاليوم ورا يوم بنشوف الجامعة يعني وبتتبني وبنتبع التطور بتاعها وبرضو حاجة حلوة إن إحنا كأول دفعة الفيدباك بتاعنا دايما موجود مع إدارة الجامعة مع إدارة الكليات عندنا شاكوة بتتسمع على طول في ساعتها دفعة صغيرة وأول دفعة وإحنا اللي هنكون في الوجه إن شاء الله للجامعة ممكن دكتور ريم على تواصل معهم على طول دكتور ريم على تواصل جدا معنا خصوصا تخوارات السفر كذا مرة بندخل نكلم دكتور ريم مخصوص يا دكتور بالنسبة للسفر كذا 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 فالحمد الله يعني الدنيا كويسة جدا عندنا طبعا في شراكة مع وزارة الإتصالات وهي جامعة يعني من جامعات المهمة الوعيدة جدا وسوق العمل متطلب التخصص ده في المعلوماتية نروح بقى لسيف مرة تانية يعني دايما كده لما نسمع أوائل السنوية العامة دي حاجة كبيرة قوي في التاريخ يعني وسهل أنك تبقى زي ما بيقولوا كده المسأل العادي سهل أنك توصل للقمة لكن صعب جدا أنك تحافظ على أنك تبقى في القمة بعد ما حصلت على المركز العاشر في السنوية العامة على مستوى الجمهورية والتحقت بمنحة في الجامعة الألمانية ده بيتطلب أن أنت لازم أثبت نفسي ولازم أجيب أعلى تأديرات تحدي لك كشخص كسيف اللي حققته في السنوية يجب أن يحققه في مرحلة الجامعية مضبوط هو فعلا بيبقى تحدي لأنه يعني هو بيبقى إحساس داخلي بالنسبة للواحد أن أنت مهما كان مجموعك في السنوية حتى لو أنت جبت مجموع عالي مشرطي تكون رتبت اللي هو أنت لازم تثبت لنفسك أولاً وآخراً أنك مش الموضوع ما جاش صدفة معاك أو ما جاش اللي هو عدم استحقاق أو مثلاً عشان امتحانات جات سهلة أو عشان فالحاجة اللي تقدر تثبت بيها لنفسك كده وأنك تديك تبقى مجرد أنك جبت مجموع عالي هذا فعليك أنك تكمل هي أنك تفضل بتحقق حاجاتك لأنك اللي هو يعني لما تحقق حاجة ورا حاجة ورا حاجة هتفهم أن الحمد لله بفضل ربنا ده حاجة مؤشر أنك أنت ماشي صحة مش مجرد سنة جات معاك صدفة حضار بتحظ جات معاك كده يعني فالموضوع أكيد بيحتاج مجهود ومحتاج مواكبة لأن بيئة الجامعة غير بيئة المدرسة بيئة سنوية عامة طريقة دراسة سنوية عامة غير طريقة دراسة الجامعة فواحد داخل بنفس نمط السنوية عامة في الجامعة هيعاني شوية وهيلاقي متأخر لو ما فهمش بدري أنه محتاج تغيير هيعاني في فترة إيه؟ يعني أنت عرفت منين أنت لسه فراش يمكن أول سنة في الجامعة فمنين قدرت تاخد بالك بسرعة أنه طريقة المذاكرة مختلفة وأنت مكنتش تعرضت لانتحانات الجامعة بل كده مظبوط هيب تحتاج حتين أنك يكون عندك انتباه أنت مركز أنت تدخل الجامعة مش لو هو بقى داخل نعود أول سنة بس نعمل شوية صحاب بعد كده نشوف إيه الدنيا في الجامعة لأ أنت داخل تكون منتبه إيه الدنيا عندك في الجامعة إيه الدنيا هتمشي إزاي؟ عشان التلات سنين اللي بعديهم يكونوا ماشيين صح وبرضو يعني عرفت كده بعضنا خلص سنة أول لفأخدت ضربات كتير في السنة أول أكيد الأول واحد يتخبت كذا خبتك كذلك فالخبرة وأنك تاخد مصايح من غيرك يعني أنت تاخد مصايح من غيرك برضو مش أحدش هيقدر يديك الفيو كلها عن الموضوع بس هيديك حاجات مركزية فرقت معي هتفرق معاك في الجامعة جميل، هتكلم معاك برضو ليه اخترت التخصص ده وبعدت عن الكليات الشهيرة في الأدبي إعلام سياسة واقتصاد اللي احنا بيقولوا عليها ما بين قصين كده كليات القمة يعني بس عايز أرجع تاني محمد وفكرة اختيارك للمعلوماتية كنت حاطت عينك إن هو ده المستقبل إحنا سوق العمل متطلب إحنا كنا لسه فقرة عن السنوية العامة مع الأستاذ عبد الرحمن عبادي الصحفي من شوية قال لنا إنه الأجال الجديدة ما بتبصش للتصنيفات التقليدية بتاعتنا زمان طب هندسة صيدالة لا هم بيعملوا السيرش بنفسهم بيشوفوا الدنيا رايحة فين وبيختاروا على الأساس ده الكلية اللي عايزين يلتحقوا بيه إنت عملت كده وشايف إنه فعلا إن الكليات المرتبطة بالمعلوماتية هي المستقبل دلوقتي وأنا فعلا شايف إنه الترند حاليا في البيزنس وورد كله ماشي ناحية البرمجة والسوفتوري انجينيرينج أرتفيشال انتليجنس والسايبر سيكوريتي كل التخصصات اللي إليها علاقة بالمعلوماتية دلوقتي حتى لو بصينا للأكبر شركات في العالم شركة إنفيديا جوجل أمازون كلهم تخصص معلوماتية فالترند كله حاليا في العالم اقتصاديا ماشي في الناحية دي فأنا قررت إن شاء الله بعد السنوية العامة بعد ما خلصت الرحلة دي أخش الرحلة بتاعت المعلوماتية دي وكانت أول مرة فعلا أتعرض للحوار دوات طبعا كطالب سنوية عامة ما درستش حاجة عن المعلوماتية ما درستناش برمجة مثلا فقلت أدخل الرحلة دي وأشوف العالم رايح ناحية فين فعلا الدفعة بتاعتك مكتش لسه لحقت مبادرة أشبال مصر الرقمية أشبال مصر الرقمية ما أعتقدش كانت لسه تعملت قبل دفعة اللي موجود دلوقتي بونات مصر الرقمية دي اللي ممكن نشارك فيها طيب لما بندخل وانتو ما شاء الله يعني من قوائل السنوية العامة لما بندخل وبناخد سكولرشيب واحدة داخلين للجامعة السكولرشيب دي بتبقى أو المنحة دي بتبقى مستمرة في سنين الجامعة ولا استحقاقها بيبقى مرتبط بتفوقك بحيث أنه يبقى دافع ليك مستمر أن أنت تفضل حاطط قدامك التفوق بحيث أن احنا ندخل الجامعة وما نخرجش منها لأن احنا هنبقى ستاف ونتعين في الجامعة ما شاء الله وتقدر تنقل بقى خبراتك للليب هو المنح عموما كلها بتعتمد على أن طالب يحافظ على مستوى أعتقد الستاندرد في المنح كلها في مصر إن لو خدت منحة كاملة تحافظ على جي بي اي أكبر من ثلاثة فبالنسبة لطالب سنوية عامة من الأوائل جي بي أكبر من ثلاثة هي مش مسألة صعبة يقدر يحافظ على اكتهاده يحافظ على اكتهاده والجهد اللي هو بيبذله في السنوية العامة ويقدر يحققها إن شاء الله بس هو فعلا لازم الطالب ما يستهترش مش معنى إن هو دخل كلية هندسة دخل كلية حاسبات دخل طب إن هو خلاص كده أنا كملت ووصلت للطب لا لسه بدري لسه وأنت آه خدت خطوة كبيرة بتخوضكك في السنوية بس لسه المشور طويل جميل الرابط اللي ما بينكو ما بين محمد وصيف هي المعلوماتية يعني أنت من نسبة لك بيزنس بيزنس انفرماتيكس وانت من نسبة لك بقى الحاسبات والهندسة الخاصة بيها فأنتوا عنيكوا على المستقبل نروح لسيف البيزنس والإنفرماتيكس أو بيزنس انفرماتيكس برضو من التخصصات اللي أنا بشوف شباب كتير قوي في محيط أسرتي محيط عيلتي أصدقائي أو أولاد أصدقائي كلهم يقول لك لا أنا عايز التخصص ده التخصص النظم المعلوماتية الحديثة وأنه مطلوب جدا نصيحة لسه دلوقتي بيحط رغبات وعايز يلطحق ويختار طب أنا هختار حاسباته معلومات ولا أختار بيزنس انفرماتيكس ما الفرق ما بينهم؟ يعني عايزين ننقل الخبرة دي للينا بيشوفنا دلوقتي وتتفرج عليه هو موضوع ما بين حاسبات وبيزنس انفرماتيكس أو يعني هي فكرة بيزنس انفرماتيكس الجوهرية أنه هو أنا هوصل حاسبات بالبيزنس بمعنى إيه؟ إحنا دلوقتي مثلاً كان عندنا تخصص كهراء رفعندسا وكانت تخصص ميكانيكا فعملنا ميكاترونيكس أنا عايز أوصل الميكانيكا بالكهراء فأنا عايز أوصل حاسبات بالإدارة الشركات كلها الكبيرة المحترمة أيمة على الداتا العالم كله يعني برضو فيما أقولها مشهورة جداً The world is just one big data problem يعني هو العالم كله عبارة عن مشكلة داتا كبيرة فبزنس انفرماتيكس من الحاجات الجوهرية فيها أنك عشان تفهم الداتا أنت محتاج خلفية إدارية محتاج خلفية اقتصادية محتاج خلفية محاسباتية تدرس اقتصاد تدرس محاسبات تدرس إطارة بس برضو الناس بتكش منها يعني عرق في الناس كتير رياضة اللي أنا مش داخل أنا تجارة أنا هندسة مش داخل تجارة فبس بياخدها حتة اللي أنا فو حتة اللي هو كليا قيمة بس هي مش برضو يعني هي هندسة لها هيبتها وهندسة لها ناسة بس برضو فكر بزنس انفرماتيكس هي مش مجرد تجارة ولا مجرد إدارة معيه أن تجارة وإدارة هي هم اللي بيشغالوا الناس في الآخر في الغالب يعني مش تقليلاً من إدارة وتجارة بس بزنس برضو عنفقات شائع كده بالعكس يعني تتماس جداً في الإدارة أفضل من أي تخصص آخر بقول عليه قمة بس فقال فكراً بيزنس إنفرماتيكس هي ليه هويتها يعني هي كلية ولا هندسة والإدارة عشان الناس تقول لك لا دماث كتير واللي بيدخلها بيدخلها أدبي ولا علمي كله كل الشعب علم علوم علم رياضة أدبي تتذكر كويس بس فقال فكرتها الأساسية برضو أنك أربط حاسبات بالتجارة مش مجرد جبت شوية مواد من تجارة حطتك على شوية مواد من حاسبات طلعت كلها لا فيه مواد متخصصة لبيزنس إنفرماتيكس انت ليك شغل معين ليك مجالات كتير مجالات تشتغل ايه تشتغل ايه أنا ممكن أقول شوية مجالات مش على وجه تحديد بزبط يعني أنا بقول شوية مجالات مجرد اختيارات يعني فيه مثلا بروديكت مانجر البرودكت مانجر هو واحد في الشركة هو ماسك البرودكت وبيربطه بالبيزنس فالبرودكت ده لو بتاع الشركة البرودكت اصلا ديجيتل الشركة مثلا زي نون هي زي أمازون أمازون نون ده أسامي أسامي وعداتي خلية نقول الشركات الكبيرة اه لا لا مش قصدي يعني قصدي اي اي تيلر يعني واحد هو بيبيع منتجات للناس عن طريق الانترنت من آخر يعني بس فده هو بيتعامل مع بروديكت تكنيكل يعني هو بيتعامل مع أبليكيشن وفي نفس الوقت هو بيبيع فهو محتاج حد يفهم البرودكت يعني لو هنجيب مانجر يوقف على البرودكت ده يعني يحتاجين واحد يكون فاهم البرودكت ماشي ازاي وبيتطور ازاي وهايوصّل ازاي ممكن يشتغل برضو بزنس انفروماتيكس بتفتح مجالات الداتا على مسرعية يعني بتفتح لك داتا اناليس بتفتح لك داتا انجينيرينج داتا ساينس ممكن تبقى صعبة لانك خلفيتك في المات بتكون حلوة بتاخد كالكليس بتاخد استاتيستيكس بتاخد حاجات بس داتا ساينس محتاجة مات كتير قوي يعني فممكن داتا ساينس مش عارب حاجة لبزنس انفروماتيكس بس داتا انجينيرينج داتا اناليس دي بتبقى مجالات مفتوحة جدا لبزنس انفروماتيكس ورشناس كتير تخرجت اشتغل فيها بس فهي مجالات الداتا اللي هي بتتحكم في البنية التحتية بتاعة الشركة والمجالات اللي بتربط الشركة بالعالم الخارجي لو هي شركة ديجوتل او شركة تكنولوجيك محمد انتو عشان تعرفوا كل التفاصيل دي ده حصل ازاي يعني هل كل جامعة كانت وهل كل كلية بتبقى مجهزة حد بيحكي تفاصيل وعملة بارتيشن بتتكلم عن الكلية سواء من طلاب اقدم او من مثلا المعدين وعضاء هي التدريس ولا انتو اللي بتعملوا سيرش والموضوع بيعتمد برضو على شطارة اللي داخل الجامعة ان هو يختار التخصص وهو يدور وراه ويفاضل ما بين التخصص اللي هو عايز طبعا ما فيش شك ان الحوار ان انا اختار التخصص اللي انا عايزه دي اولا متعتمد ان انا ادور واشوف الحاجة اللي بتشديني بس ده برضو يعني احنا كاول دفعة ما توفر لناش حوار حد من الدفعة اللي قبلنا يقول لنا لا التخصص ده حلو في الجامعة دي وكده بس اللي بشوف الربريسنت ريفز بتوع الجامعة وهم حاليا بيفتحوا هابز في كذا مكان بيروحوا كذا افنت يتكلموا فيه فيقولوا لي كذا عن الجامعة الجامعة فيها تخصص ايه تخصص ده انت ناوي تتعلم فيه ايه وهكذا واحنا كاول دفعة كنا بنتكلم مع ادارة كلية هندسة دكتور عمر المصري كلمناه في كذا نوطة هندرس ايه و ايه شكل الدراسة و انا مفوض اطلع اعمل ايه وكده فبالنسبة لجامعة كتاول مرة بتطلع الكتشطارة اكتر من الطالب ان هو يحاول يلاقي الناس اللي تكلم معهم بس بالنسبة للجامعات اللي موجودة من فترة هتلاقي طلبة بتاع الدفعات اللي فاتت بيقولولك الكسم ده عجبني الكسم ده ما عجبنيش طبعا عجبني ما عجبنيش هي حاجة شخصية في الاول وفي الاخر بس هو ساعتها تبقى تسأله بقى انت طب هو ما عجبكش ليه هل الدكتور معين في مادة ما عجبكش فانت قفلت من الكسم كله لو كده فدي مش مشكلة كبيرة ممكن تتعديها عادي بس الحوارات دي بقى كلها اسئلة انت بتسألها للناس وبعدين تبدأ تدور مع نفسك على مواقع النت وعلى الجروبات في كذا حتة وكده عشان تعرف تاخد صورة كاملة عن المكان اللي انت رايح فيه تعرف انت رايح فين الاول قبل ما تختار انها هتروح هناك ولا بقى جميل لو حد بيشوفنا دلوقتي من طلاب الدفعة الجديدة السنوية العامة تحبوا تقولولهم ايه لابدأ انا ولو حمد احب اقوله ثلاث حاجات مختصرة جدا بس منخصين كل حاجة اسأل كتير قوي وما تقفلش دماغك على حاجة يعني انت ما تقفلش دماغك انت مش خسرنا حاجة انت فترة اسئلة يعني انت دلوقتي ما عندكش اللي هو انت لسه يعني لسه قدامك وقت على ما تدرس تبدأ معاك فترة تسأل الناس تسأل الجامعات تسأل كل حاجة اسأل دي بياخدوا فيها ايه ما بياخدوش فيها ايه يعني انت ما تعرفش ايه اللي ممكن يفتح لك فجأة يرشق معاك هو ده الصح هو ده اللي عجبني هو ده اللي انا شايفه ان شاء الله هو التمام فيسأل كتير جدا ما يقفلش دماغه على حاجة ما يحطش صورة نانطية ويمشي بيها ويستخير بس يعني ده اللي قاله سيف كان هو فعلا حاجة واضحة جدا اسأل عن كل حاجة انا بس عايزة دي لو محتار او فيه دايما حد تلاقي برضو الفترة دي فيه فترة تحيرة شديدة جدا طبعا اختار دا ولا دا اختار دا ولا دا هو طبعا الاستخارة في الاول وفي الاخر ربنا هيبدأ يسهلك الاختيار الاصحة بعد الاستخارة بس بعد بقى ما تختار لازم تكون عارف ومتأكد جدا ان انت مشوارك مخلصش انت كده مشوارك كأنك طائرة لسه طلعة لسه طلعة من المطار بدرجة السنوية العامة بتاعتك الحلوة طلعت من المطار لسه الرحلة كلها موجودة قدامك لسه قدامك 4 او 5 سنين هتدرس فيهم وهتتعلم فيهم حاجات جديدة والخبرات بقى بتاعت مجال العمل اللي هي غير تماما مذاكرتك خبرتك في التواصل مع الناس خبرتك في انك تنظم وقتك حاجات مش هتتعلمها في الدراسة هتحتاج انت تطور نفسك فيها الاضافة طبعا الى المعلومات بقى التقنية بتاعتك فدول اللي هيفرقوا معاك جدا وطبعا تلتزم في الاول وفي الاخر بالدين وبوالدك ووالدتك اكيد طموحاتكم تفضل في موضوع برضو الحيرة عشان انا بس صحابي كتير كانوا في موضوعي الحيرة انا معاهم او معايا انا حتى شخصيا انا كنت محتار جدا ولا او قلم مميزات وعيوب واخد اثنين تلاتة من صحابك او من اهلك انت بتطق فيهم واقرالهم الموزلات والعيوب بتاعت كل حاجة فجأة هتشوف حاجة كده بس انا في انت انا مفروض اعمليه الله يحميك يا سيف انت محدد انت عارف انت عايز تعمل ايه انت ومحمد ربنا يحميكم بالتوفيق مستنين نشوفكم كمان اقرب حاجة يعني سنة ولا سنتين تكون انت خلاص يا محمد وقدرت التحدد هتعمل ايه وانت يا سيف تكون قطعت شوت كويس جدا في الكلية ان شاء الله تقول لنا بقى كمان ايه الاجدد نورتونا وشرفتونا وفعلا كنا سعداء وجودكم معانا اهلا وسهلا بي نورتونا ودائما يا رب كده من الاوائل في حياتكم سواء العملية في الحياة او في حياتكم الشخصية كمان نموذج كده لشباب مصر يفرح فاشكركم شكرا جزيلا شكرا